اشتركوا في القناة برايت شان اوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية ولمملكة تايلاند وشعبها الصديق كل التقدم والنماء جاء ذلك خلال استقبال معالي جنرال برايت شان اوتشا لمعالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة مساء اليوم مساء امس عفوا بمدينة بانكوك وقد كلف معالي جنرال برايت شان اوتشا معالي وزير الخارجية من اقل تحياته الى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وتمنياته لمملكة البحرين بالمزيد من الرفعة والازدهار واعرب معالي جنرال برايت شان اوتشا عن اعتزاز مملكة تايلاند بعلاقات الصداقة التي تجمعها مع مملكة البحرين وما تشهده من تقدم ونماء على كافة الاصعضة وما تتسم به من متانة وقوة تستند الى اسس من الثقة والاحترام والتقدير المتبادل مرحبا بنضمام مملكة البحرين لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق اسيا من جانبه اكد معالي وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على المضي قدما بعلاقات الثنائية مع مملكة تايلاند وفتح مجالات ارحب للتعاون المشترك واستمرار التشاور تجاه القضايا المختلفة والارتقاء باطر التنسيق في المحافل الدولية منوها معالي باستضافة مملكة تايلاند لعمال القمة الخامسة والثلاثين لرابطة دول جنوب شرق اسيا اسيان متمنيا للقمة النجاح والتوصل للنتائج تساهم في تقوية دور الرابطة وتحقيق اهدافها وتلبية امال وتطلعات الدول في المزيد من التقدم والازدهار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة